بحلقاتنا النهار ده هنتكلم عن حاجات نتيجة اول حاجة هنتكلم عن ازاي تقداري تحطي ميكوب حلو وبسيط وسيمبل وفي نفس الوقت يبقى كله لها مع كده النضار وحيكون معنا كمان فنانة تشكيلية ممنة نشام لوحتها خطيرة كلها اشياكة واناقة والوان حلوة كده ولذيذة وطبعا كالعادة هيكون عندنا قصة حلوة جدا يلا بقى نروح بالسرعة عشان نعرف كل التفاصيل في الترنت النهار ده هنتكلم عن ازاي وشك يبقى فيه لمعة يبقى فيه جلو تحسي كده انك منورة من غير ما تبقي حطة ميكوب ميكوب يعني تبقي حاجات كده خفيفة وبسيطة ويديكي الشكل ده اول حاجة بقى ممكن تحطي المويسترايزر اللي هو كرامل ترطيم ده هاديكي لمعة شكلك فرش تلمعي كده وبتبرقي حلو قوي وفي نفس الوقت بيجهز البشرة انك بعدها تحطي الميكوب ده بيبقى الاساس تبقى اول خطوة عشان طبعا لو وشرتنا اساسة مترتبة وكويسة وصحة البشرة نفسها كويسة الميكوب ما بتحطي بعد كده بيطلع شكله احلى 100 مرة من ما تحطي الميكوب على بشرة تكون جفة او تعبانة شوي بعد كده ممكن تحطي كرام اساس اللي هو الفاونديشن بنحطه بقى ده ليه على بشرتنا عشان يخلي وشنا كله نفس اللون ولا يكون في بقى بقع بينا ولا لو بشرتنا فيه اي احمرار تبان بتخلي البشرة كده كلها لون واحد وحلو طيب فيه بقى نوع من انواع الكريمات الاساس اسمناها بي بي كريم دي اخف شوي من الفاونديشن التقليدي وبتخلي كده وشك برضه لسه فيه لمعة ونضارة عن الفاونديشن العادي ودي بتبقى حلوة قوي للبشرة بس اهم حينبق ان انت تنقي الدرجة اللي لايق عليك خلونا دايما نحط الدرجة يا اما درجة بشرتنا يا اما اغمى سننا بس بلاش تحطوا الدرجة اللي هي بتكون افتح الحاجة التانية اللي تخلي المايكوب بتاعك حلو قوي ومليان نضارة كده وبتلمعي ان انت تستخدمي بلاش يكون سائل لما بيكون سائل بيختلف خالص عن لو تستخدمي بلاش بيكون باودر السائل بقى ده بيبقى تحسي كده ان انت بش حط حاجة قصة ما بيبانش انك حط حاجة بس مهم قوي ان احنا نختار اللون الصح لو بشرتك فتحة اختاري مثلا اللون يبقى على روز شوية على برطقاني شوية حيبقى لايق قوي معاكل ولو بشرتك غمقة ممكن تستخدمي لون يكون غامق شوية عشان يبان هيبقى حلو قوي برضو معاكل برونس كده على بوني يبقى حلو قوي شيك قوي كمان وفيه بقى نوع مصري براند مصري بتاع ميكب اسمه اسنشلز عندهم درجات حلوة جدا وطبعا كالعاد احنا عايزين نشجع المنتج المصري دائما واكتر حاجة بقى بتدي شكل الجلو كده في البشرة هي الهايلايتر الهايلايتر يا جماعة ده حاجة اختراع خطير هي برعا لمعة تحطوه لمعة كده بالزبط وبتحطوه على اماكن معينة عشان لما ييجي فيها الشمس او اي اضاءة تبقى بتلمع وتبين كده ايه جمال وشك الاماكن اللي لازم تحطو فيها هو هنا الحتتين دول الخد من فوق او طرف المناخير بتخلي المناخير شكلها مرفوع كده اكتر او فيه ناس بتحب تحط هنا في الحتة دي فوق الشفايف انا شخصيا ما بفضلهاش بحس ان هي بتكبر البقق قوي وانا مش من هوات الشفايف الكبيرة لكن الاماكن التانية بتدي شكل حلو قوي ولو عايزين بقى تستخدموا نوع يبقى باين قوي يبقى لكود برضو يكون سائل مش فاودر يبقى اكتر بكتير لو انت بشرتك غمقى استخدمي الهايلايتر اللي هو بيبقى على دهبي نحاسي بيبقى حيمين او ولو بشرتك فتحة ممكن هو اللون الروز او الفضي حيبان ويبين بشرتك احلي اهم حاجة بقى في الهايلايتر بتحطيش كتير لو حطيتي كتير يبقى الموضوع مش حالو فاهم حاجة نحن نختار اللون الصح والكمية الصحة كمان ودلوقتي تعالي نوح نشوف القصة اللي عندنا النهاردة سلينا جوميز ممثلة ومغنية امريكانية بقت بليون ايرمن وهي عندها 32 سنة بس بسبب البراند بتاعها بتاع الماكياش بنت نفسها بنفسها وبتدت مشوارها من بدر جدا وعندها ستايل مختلف عن بقية البناء اتولدت سلينا سنة 92 في تاكسس واهلها سموها سلينا على اسم ايكونة المزيكة سلينا كوانتلينا وابتدت طريقها في الفن في سنة 2002 لما تلعت في برنامج بارني اند فرنز ووحدة واحدة ابتدت تعرف واول دور رئيسي ليها كان في الشو اسمه وكسبت وقتها جايزتين اميز ومن بعدها مسلت في حاجات كتير وعلى الرغم من التمثيل ده طول عمره هدفها وحلمها الا انها دخلت برضو مجال الغنى بس ده كان مجرد هواية بالنسبة لها وابتدت في 2009 وكانت عشان اغنية فيلمها Another Cinderella Story وبعد كده عملت فرق اسمها سلينا جوميز and the scene وعملوا ثلاث ألبومات وبعد كده مفصل وكملت هي بعد كده لوحدها غنى وتمثيل لحد بقى ما قررت ان هي تكون رائدة اعمال وفاتحت براند ماكياج اسمه Rare Beauty والبراند ده كان ليه هدف سلينا بتحب تشارك الناس مشاعرها وأحسسها ففيه وقت كانت بتعاني فيه من الاكتئاب واليأس كمان وقت سنة 2020 لما تشخصت باضطراب صناقي القط ومن هنا قررت ان هي عايزة تساعد ستات تانية ففاتحت البراند بتاعها عشان تشجعهم على الاختلاف وان طبيعي كل حد ليه شخصية فريدة من نوعها وان نبطل نقارن نفسنا بأي حد تاني Rare Beauty Brand متكامل لكل حاجات الماكياج ومن أشهر منتجاته البلاش السائل بتاعه ومن أول ما نزل وعمل ضقة كبيرة جدا وكمان الليب أويل بتاعهم خطير في منه درجات مختلفة وبيساعد على ترتيب الشفيف ده غير ان هي عاملة شنط صغيرة للماكياج خطيرة وعلى رغم ان البراند ده ما بقلوش إلا خمس سنين لكن خلى سلينا بقت من أصغر البليونيرز في أمريكا عشان وصلت صروتها لواحد فاصل ثلاثة مليار دولار حاجة فعلا جبارة ان حد يبني نفسه بنفسه لحد ما يوصل للرقم ده وهي كمان عندها صندوق اسمه Rare Impact Fund هدفه ان هو يجمع تبرعات لمنظمات الصحة العقلية للشباب فعلا سلينا جوميز ملهمة وبتشجع الناس ان هم يكونوا أحسن نسخة من نفسهم ولسه قدامها مشوار طويل الفن والألوان من الحاجات اللي بتفرق معنا جدا وإحنا في البيت الموت بتاعنا وارتياحنا كده وإحنا قديم في البيت بيفرق قوي لو الألوان اللي حوالينا فعلا على مزاجنا النهار ده بقى معايا فنانة تشكيلية منت هشام هتكلمني بقى عن اللوحات بتاعتها واللوحات دي قد ايه هي بتاعكس الحرية والشياكة وحاجات تانية حلوة كتير ازاي كمانت؟ هاي شيرين أخبارك ايه كويسة؟ حمد لله تمام منت انت اللوحات بتاعتك بتعبر عن حاجات كتير عن شياكة حرية ألوان كده لذيذة كده تخليه الواحي كده فموت كده حاسس كده بنشاط بتعبر عن حاجات كتير مختلفة انت بقى بنيتي الاسم بتاعك ازاي أو البراند بتاعك معنا صح بنيتي ازاي؟ هي اللوحة عموما بترفلكت شخصيتي سامها بارت كبير منها برفلكت شخصيتي أو حالتي أو مود معين يعني كنت فيه بسبب اي حاجة ممكن تكون خارجية قصرت يعني مشارطة تكون حاجة حصلالي قد ما هي ممكن تكون حاجة تقصرت بيها ممكن فيلم شفته ممكن حاجة حصلت لحد حوالي فهي كل اللوح بتبقى بترفلكت بارت مني انا اشتغلت عليها حتة حتة الموضوع ده ان انا كل ما دا بقرب اكتر من الحاجة اللي انا بحبها يعني انا بكتشف نفسي through البينتينجز يعني اصلا اه طبعا يعني كتير جدا بتبقى الحاجات يعني انا بيبقى ممكن جواي حاجة معينة لما برسم بشوفها بفهمها انا في ايه دلوقت فهي البينتينجز بترفلكت بترفلكت انا يعني شخصيتك طب الموهمة بقى القوية دي طلعت من امتى يعني من وقت في المدرسة بترسامي وحسنك في يوم الايه ممكن تبقى فعلا رسامة وفنانة تشكيلية ولا بعد الدراسة مثلا جات للكهوية يعني اتديتي ازاي لا ابدا الموضوع يعني ظهر متأخر احسنك انا بدأت ارسم وقت الكورونا الوقت اللي كلنا قعدنا فيه في البيت ناس كلها والله طلعت معهم كتير جدا في الكورونا جدا فالوقت ده هو ده اللي انا بدأت ارسم فيه وكان بقى لي فترة طويلة عايزة ارسم انا كنت فنون جميلة بس كنت انتيرير ديزان يعني التصوير والرسمة ما كانش الماجر بتاني عايزتي مريال الدكور يعني بالزهر فبدأت في وقت الكورونا ان انا ارسم وبدأت رسمت اولموست خمستاشر او عشرين لوح من كتر ما كنت قاعدة فاضية بقى اه بزب فرصة وكانت الموت حتى في الوقت ده ما كانش احلى حاجة والناس كلها كان فيه قلق شوية وكده فكانت ده كله طالع في البينتنجز يعني البينتنجز كلها وشوش قلقنا وشوش ده علينا فكده يطلع واحدة واحدة في البينتنجز لقيتنا عملت البينتنجز كتيرة جدا كنت بحطهم على البرايفت اكاونت بتاعي لقيت ان الفيدباك من صحابي حلو قوي يعني هو اللي شجعه كيبا فبدأت بالزبط فبدأت اعمل البايتج وحطيت البينتنجز عليها وبتقدت من هنا حلو قوي طب انا لاحظت برضو ان السعادة جزء كبير من اللوح بتاعتك يا طرى انتي تبقي حاسنك سعيدة زي الستات اللي بترسليه في اللوح دي ولا انتي نفسك تكوني سعيدة زيه بصي هو عموما انا شخص محب للحياة جدا طب الحمد لله دي حاجة حلوة اه يعني انا شخص متفائل ومحب للحياة جدا احلى حاجة اه فده متهيق لي يعني عكس في البينتنجز حتى لو انا طبعا ما فيش حد على طول مبسوط وسعيد وما فيش دم مش موجود بس اه في الاخر ده التارجت يعني انه you never give up عن او عمر ما حد يستسلم اه لإحساس ان هو داون او لإحساس ان هو عنده اكتئاب او ما حدش ابدا المفوض يستسلم لأي اكتئاب او لأي حاجة تكسر او لأي فشل بالعكس ده ناس كتير جدا بتقولوا هما اللازم يتعلموا من فشلهم ده فبالعكس فدي حاجة طبعا مهمة جدا واحد ما يستسلمش لأي حاجة بالعكس فده متهيق لي دي حاجة يعني انا مبسوطة ان انت دا الاحساس اللي وصل لك من البينتنجز ان هي يعني فيها حياة وفيها سعادة دي حاجة تبسطني جدا يعني طب انت شايفة يا منت ان الفنانات اللي فيجيلك عندهم فرصة احسن هما يوصلوا للجمهور ولا اصعب بمعنى ايه احنا دلوقتي فيه سوشال ميديا السوشال ميديا بتوصل الناس كلها ببعض وبتوصل الشغل ببعض هل دي شايفها حاجة احسن ولا انت شايفة ان لأ والله يا ريت ما كان فيه سوشال ميديا بالناس بالمجال شغلك وانه كان احسن زي زمان يبقى فيه الجالوري للناس تيجي تشوف الحاجة على طبعتها ان الحاجة على طبعتها بتبين احلى من على السوشال ميديا فبالتالي لقى كنت تفضلي زمان اكتر انا بشوف ان سوشال ميديا سلاح زوحدين بشوف ان طبعا بتدي فرصة كبيرة جدا ان الحاجات تتشاف يعني بمجال اوسع بكتير من قبل كده وان الناس تقدر يعني الناس بقت بتحب اصلا يعني فيه ناس قبل كده ما كانش ليها في الفن او اللوحات وما كانش هيروح ينزل من بيته وروح يزور جالوري عشان يتفرج على تين تينجز ويتأملها ويشوف بعدها لكن دلوقتي انا بشوف ان كل الناس بقت ممكن تفتح تاعت تتفرج وتاخد فكرة وتربيزوق وتعرف هي بتحب ايه وما بتحبش ايه و الناس كلها بقت بتتاج هنا حتى في بيوتها تحط piece of art يعني دي بقت حاجة بتقد فاليو للمكان ايه طبعا وبتدي امتاكت حلو قوي للمكان وانرجي فدي حاجة حلوة جدا يعني طبعا فانا بشوف ان السوشال ميديا طبعا ساعدت على ده ايه انها زودت الكمبيتشن بقى فيه كامبيتشن جامدة جدا لان طبعا فيه ناس كتير جدا شطرين وفيه ناس كتير جدا موهوبين وكل الناس تشتغل على نفسها بشكل جامد جدا ودي حاجة حلوة انا بشوف ان كل ما كان فيه ناس شطراء كتير دي كانت حاجة احلى وبتعمل كامبيتشن احلى طبعا بتولد برضو نسبة غيرة ولا بسيطة طبعا غيرة صحية غيرة صحية بالظبط بتخليكي عايزة تعملي احسن وتطلعي احسن ما عندك انا بشوف دي حاجة حلو جدا فدي حاجة مفيدة طبعا 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 انا لو شفت دلوقتي ميت لحة عندك ازاي اعرف اناقي اللحة صاحة اللي هي تبقى عاجبيني وبتعكس شخصيتي وفي نفس الوقت مزهقش منها بعد كده وقول ايه اللي انا عملته دا لأ لأ مش حاسة بصي انا في حاجة مؤمنة بيها جدا ان اللحة بتنادي صاحبة يعني انا بحس ان كل واحد يعني انت ممكن تشوفي مثلا عشر لوحة بس يعني لسبب ما ممكن انا وانتي مش عارفينه هتلاقي انك مجدودة اللوحة معينة منه ممكن تكون عكس اللي كان في دماغك يعني ساعات الواحد بيبقى حاطة كريتيريا معينة في دماغه ان انا عايزة لوحة شكلها كذا او الوانها كذا او الموت بتاعها كذا او الستايل دا انا بشوف ان انت لما بتتفرجي عالبينتينج وبتوفي قدامها بتوصالك الطاقة بتاعتها فيه لوحة معينة بتنزيكي وبتحس ان هي دي اللي انت عايزة تشوفيها كل يوم ومش هتزهقي منها وتشوفي فيها حاجة جديدة كل ما تبصي لها فانا بشوف ان اللوحة بتنزي صاحبة طب يعني يا طرل مثلا بتفتكلي ان فيه لوحة مثلا تقولي دي تنفع هنا بس متنفعش هنا دي ممكن نحطها في الركن دا بس لأ هنا لا 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 دي تمشي في الرسابشن مثلا بس لأ محطهاش في قط النوم هل دا صح ولا تبقى حسب برضو شخصيتك انتي والوان البيت انا بحس ان دي يعني الديفنس على شخصية صاحب المكان من شخصية الفنان هي بتبقى اكتر حسب يعني فيه شخصية ممكن تكون جريئة جدا تحب تحط حاجة مختلفة حاجة statement piece يعني مش حاجة تقلدية بالضبط وفيه حد بيبقى عايز حاجة اللي تبقى مش ملحوظة العين وتبقى حاجة بتfill the space من غير ما تبقى عاملة كده stop صح فدي بترجع لشخصية صاحب المكان هو زوقه ايه وحابب ايه وموده ايه طب لو فيه ستات دلوقتي بيتفرجوا علينا ونفسهم يدخلوا المجلدة بس هما لسه مش في مرحلة الدراسة هما ممكن يكونوا يتجوزوا خلفوا في مرحلة عمرية اكبر من مرحلة سنة الدراسة ونفسهم يدخلوا المجلدة وغيروا حياتهم تنصحيهم بايه يعملوا ايه ياخدوا الخطوات ايه انصحهم ان هما يبدأوا ياخدوا الخطوة ويبدأوا عمر ما الواحد هيعرف هو فين او بعيد قد ايه غير لما يبتزي فوانس ان هاتي انزلي هاتي لوحة وهاتي فرش والوان وبدأي واكتششي انت فين ممكن تلاقي نفسك اراضي انت تعملي حاجات انت مش متخيلة انت ترفتهم ليه وده اللي حصل معي يعني انت في الاول كنت يفكر امكانياتك في رسومات معينة واشكال معينة ومع الوقت لقيت نفسك بتتزاري تقسيمي حاجات مختلفة طبعا وبدأت اطور من نفسي وبدأت اشتغل لان كل ما بتلاقي نفسك وبتلاقي ان ايه ده الله انا عملت حاجة حلوة او حاجة عجباني بتبقي عايزة تطوريها اكتر وعايزة توصلي بيها لحتة احلى فطبعا اول حاجة لا ابدأوا ونزلوا هاتوا بفرش والوان وتولوا ويلا ارسموا مش شرط ترسموا احلى حاجة بس ارسموا الحاجة اللي انتوا حسنها وواحدة واحدة هتلاقوا ان ده بيتطور وبيوصل لحتة حلوة او طب قوليلي مثلا ايه اغرب حاجة تطلبت منك ان انت ترسميها لحد اغرب حاجة لا هي ما بتبقاش اغرب حاجة بس هو في ناس كتير قوي بتطلب نفسها ان هي تترسم فكرة ان كل واحد بيبقى شايف نفسه وبعين مختلفة عن التاني فانت ممكن يعني ترسمي اللي قدامك وهو يحس ان ده مش انا ميد ده اصعب حاجة بتبقى ان انت تلقوطي بقى بيبقى تلوك منك تلقوطي اكتشلي روح الشخصية اكتر من شكلها فهي دي تبقى مش اغرب حاجة بس اصعب حاجة اصعب حاجة طب ممكن ترفضي مثلا ان انت ترسيبي بورتريل حد عشان تبقي حاسة ان ان ممكن دي تعمل مشاكل بعد كده كتير قوي بقول مش هقدر اعمل الباينتينج ده بيبقى حاسة ان هي هتطلع مش حلوة يا هتبقى يعني مش هتفلفل النيد او الطلب بتاع الكلاينت يعني طب لو مثلا في حاجة ممكن تترسم ومش هيبقى عليها دبيت زي ما بيقولوا يعني ان هو حلوة او مش حلوة بس انت في وجهة نظرك ان دي لا دي مش تبقى حلوة هنا جماعة ايه الالوان دي ايه الشكل ده هتعمل ايه يعني لو عميل جاي يقولك بصي ان عايز اللوحة تبقى كذا فكذا 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 هيتتعامل بس انت مش مقتنعة بيها بحاول اوصل معي لحل وسط لان انا صعب كده ان انا اعمل حاجة اكون مش حباها يعني انا مفيش لوحة بتبقى طالعة من عندي غير وانا حباها يعني اخترع بيها من الوحة او اوانك فرفوشة كده والوان جلوة والحد عايز مثلا اسود في نبيتي في كحيحة هتعملي ايه ممكن ممكن اعمل الوان دورك كولرز عملتاها كتير بس بتبقى بسانس معين بطريقة بوظة بالنسب بقى معينة عشان متبقاش كئيبة في الان ستطلع برضو يعني ليها كده ايدي ولها شخصية يعني لكن لما بتبقى حاجة لو اللي قدني مصر عليها وانا مش حباها لا مش هعمل عشان تعمليها يعني ببقى ببقى حسن ان في الاخر دي دي حتى لو هو حتى لو هو هيخدها واتبقى عنده في البيت بس في الاخر دي بتاعتي صح لقوا باسمك برضو وفوشك فبتبقى لازم برضو بمكتنعة بي لازم تبقى فيها حتة مني صح يعني مع الاختلافات بين كل البينتينجز لان انا بحب انوع جدا بين الستايلز يعني انا مفيش ستايل معين يعني او فيه ايدنتيسي وفيه شخصية في الحاجات بس مش كلهم شاهد بعض بس كلهم فيهم حتة مني دي اهم حاجة طب ايه اللي نفسك لسه تحقق ايه لا حاجة كتير قوي يعني نفسي اسافر معارض برا كتير انا قرأة لسافرت معارض برا بس نفسي ان ده يبقى اكسبوجر اكتر ان انت لوحاتك تتعيرت برا اكتر بالضبط نفسي قوي ان يبقى عندي اكسبوجر اكتر برا مصر الحمد لله انا في مصر يعني فيه ناس كتير بتحب الشغل بتاعي ودي حاجة بتبسطني جدا بس نفسي بقى الاكسبوجر يبقى اكتر في يوروب وفي امريكا وحسن الحتة دي عشان انا حكتي مش تقليدية حكتي فيها جرأة شوية وفيها وكده فبحس ان انا نفسي اروح في الحتة دي حلو جدا لأ ان شاء الله منت بجد بشكورك جدا على وجودك معنا النهاردة ومبسوطة ان انا شايفة فنانة قدامي ما ابتدتش فنها او رحلتها من ايام الدراسة من ايام الجامعة لأ انتي قررت ان انتي تجربي حاجة في وقت كان عندك الفرصة وكان عندك المدة كنت فاضية وقررت ان انتي تجربي في حاجة كانت ممكن تمشي او ما تمشيش وقدرتي في الاخر انتي تنجحي جدا فيها فبجد بشكورك جدا على وجودك معنا النهاردة وبتمنى لك التوفيق ومستنى اشوف بقى كل لوحاتك بتتعرض في كل حتة وتوصالي العالمية ان شاء الله شكرا شيرين مبسوطة اوي اني كنت معاك وثانك جدا لك خلصت حلقتنا النهاردة يا رب تكون عجبتكو واستنونا في الحلقة اللي جاي باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة